لأكثر من عشرين عاماً وعز تتواصل هاتفياً مع والديها المغتربين وبشوق لقائهما والتحدث معهما بقدر ما تزداد لوعة القلب لعدم تمكنها من الوصول لهما ولجميع أشقائها وشقيقاتها خارج فلسطين لتتوج سنوات الغربة والفرقة بحصولها على جمع الشمل ضمن الدفعة الثانية أخيراً هنلتقي إن شاء الله طلعت الحمد لله طلعت في نهاية السنة وهينا رايح نعمل إجراءات الهوية بعد غياب 25 سنة يا رب على خير يا رب وكنت بين خيارين يعني إني أطلع وأشوف أهلي أو إني أضلني عند أولادي فكان هذا الإشي كتير مؤلم بالنسبة لي خاصة إنه كانوا أبوي وأمي مرضى أول مرة أشوفهم بعد فترة كبيرة من الزواج يعني بعد عشر سنين تقريباً فلا أول مرة أمي شافتني فيها معرفتنيش كان على الإنترنت معرفتنيش وكان عمر يعني كان هذا أكتر إشي مؤلم إلي بتمنى كل إنسان إن حرم يطلع من البلد أو حق التنقل أو حق السفر إن يعيشها زي ما أنا اليوم حساها وأنا اليوم عيشاها هذه فرحة لا توصف وبلحفة انطلقت صباحاً كغيرها ممن شملهم جمع الشمل تجاه مقر الشؤون المدنية بغزة والذي شهد توافداً كبيراً لعشرات العائلات ومكاتب الأحوال المدنية لإتمام إجراءات استصدار بطاقة الهوية التي جاءت ثمرة جهود القيادة الفلسطينية والهيئة العامة لشؤون المدنية هذا الإنجاز العظيم هو بجهد بذلته الشؤون المدنية وعلى رأسها معالي سيد الوزير إحسين الشيخ وبرعاية وتوجيهة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن هذه الفرحة تعبر حقيقة عن مدى أهمية هذه الخطوة باتجاه تحقيق المواطنة الفلسطينية وحق أبناء شعبنا فيها وذلك من خلال جهد تكلل بالنجاح بدله سيد معالي وزير إحسين الشيخ في هذا المجال الحاصلون على جمع الشمل وبعد حرمانهم حقهم من السفر والتنقل واقتناص فرس العلم أو العمل أو حتى العلاج والاجتماع بذويهم يحتفلون اليوم بهذا الإنجاز السياسي على طريقتهم الخاصة مستعدين للانطلاق بحرية وهوية سعيدة جدا 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 شعور لا يوصف بصراحة أنه خلص يعني هذه الفترة من حياتي خلصت وهدى بإجراءات الهوية الخضرة وهذه فترة من حياتي خلصت الحمد لله خلص يومنا فرحة لاني مؤبد كنا محبوسين احنا مؤبد فعليا 25 سنة مؤبد اليوم اطلعنا من سجن فعليا 25 سنة تتكلم انت واحد محبوس في غرفة اعتبر 25 سنة بعد 25 سنة فاضى الله شكره ابو مازن لحسن الشيخ انه اطلعنا من سجن مؤبد ملف لطالما ارقى الاف العائلات وقطع اوصال التواصل المباشر بينهم يرى النور اليوم بعد الدفعة الثانية من لمشامل ليتمكنوا اخيرا من الحصول على الروية الفلسطينية والتخلص من البطاقة الزرقاء التي قيدت حريتهم لسنوات طوال من امام مقر الشؤون المدنية بغزة صفاء الهبيل تلفزيون فلسطين